موسيقى رئيس مجلس الوزراء يبحث مع المحافظين إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ويوجه بالبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة رصد 20 سفينة صينية وتيوانية بالقرب من الخط الفاصل مع استمرار مناورات بكين حول الجزيرة واستعلال تاي بي لمناورات غدان قاعدة جوية روسية بالقرم تشهد سلسلة انفجارات وموسكو تنفي وقوع أعمال عدائية بالقاعدة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم وجه الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وخلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى أن تداعات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسؤولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة وفي هذا الإطار كانت توجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية تم توافق عليها إلى جانب دعم مختلف قطعات الدولة وفي سياق آخر كلف رئيس الوزراء المحافظين ببدء العمل بالمبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة من خلال القيام بحملة تشجير موسع على جانبي الطرق السريعة كما وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للموطنين بهذه المدن والمناطق الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضرية بكل مدينة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 144 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 107 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 738 قضية من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفة وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدور القمح المحلي تم ضبط قرابة 6 أطنان أقماح محلية أظهرت وثيقة رسمية أن الصين سحبت تعهدها بعدم إرسال قوات أو إداريين إلى تايوان بعد استعادتها في إشارة إلى قرار الرئيس شي جين بينغ بمنح الجزيرة قدرا من الحكم الذاتي أقل مما تم اقتراحه في السابق وصدر التقرير الحكومي الصيني بشأن موقف بكين من تايوان بعد أيام من تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالقرب من الجزيرة وذلك في احتجاج على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوتسي لتايوان الأسبوع الماضي وكانت الصين قد قالت في تقريرين صادقين بشأن تايوان صدراء عامي 1993 و2000 إنها لن ترسل قوات أو مواطفين إداريين إلى تايوان بعد تحقيق الوحدة رصد مراقبون نحو عشرين سفينة صينية وتايوانية بالقرب من الخط الأوسط الفاصل لمضيق تايوان يتزامن هذا مع المنورات التي تجريها بكين والتي قالت إنها مستمرة حول الجزيرة بينما تستعد تايبي لإجراءات منورات عسكرية الخميس للتدريب على التصدي لأي هجوم محتمل على الجزيرة لا تزال تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على الأزمة بين تايوان والصين حيث وصلت سفن البحرية تابعة لبكين تدريباتها قبلة السواحل الشرقية والغربية لتايوان ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل حيث تضمنت التدريبات إطلاق الصواريخ فاليستية مر بعضها فوق العاصمة تايبي ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان تسجيل مصور بسهد الفيزيون الصيني المركزي الحكومي أظهر طائرات مقاتلة صينية تتزود بالوقود في القو وسفن تابعة للبحرية فيما قالت إنها تدريبات حول تايوان وقالت قيادة العمليات الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إن التدريبات ركزت على عمليات الحصار وإعادة الإمداد اللوجستي وبينما ظلت نحو 20 سفين تابعة للبحرية الصينية والبحرية التايوانية قريبة من الخط الفاصل لمضيق تايوان وهو منطقة عازلة غير رسمية تفصل بين الجانبين قالت وزارة الدفاع التايوانية إن جيشها على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن البلاد وإنها ستجري مناورة عسكرية خميس للتدريب على التصدي لأي هجوم محتمل على الجزيرة أعلنت الصين أن تايوان جزء من أراضيها وأن بكين تجري تدريبات عسكرية عادية في المياه المقابلة لأراضيها بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وانبين إن الإدارات المعنية أصدرت أيضا إعلانات في الوقت المناسب بما يتماشى مع القانونين المحلي والدولية شدد الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي أن القرم أرض أوكرانية وأنه لن يتخلى عنها أبدا وأكد زيلنسكي أن بلاده لن تنسى أن السيطرة على شبه جزيرة القرم كان بداية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مضيفا أن العالم بدأ يدرك أنه كان مخطئا عام 2014 عندما قرر عدم القيام بالرد بكل قوته على سيطرة القوات الروسية على شبه جزيرة القرم وأوضح زيلنسكي أن الحرب يجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات التي وقعت بالقرب من منتجعات في شبه جزيرة القرم ناجمة عن انفجار سلسلة من المخازن مخازن الطائرات وليس عن هجمات وأوضح مسئلون أن ما لا يقل عن 12 انفجارا وقع في قاعدة ساكي الجوية على الساحل الغربي لشبه الجزيرة وهو ما أصفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وكانت تأثير قد التقطتها أمس الأقمار الصنعية للقاعدة الوقع على البحر الأسود أظهرت أن نحو 24 طائرة مقاتلة تتواجد على مدرج القاعدة منها طائرات منتراز سوخي سو 24 و سوخي سو 30 أعلن حاكم منطقة دينيبرو بيتروفيسك وسط أوكرانيا مقتل 13 شخصا في قصف على المنطقة خلال الساعات الماضية وتعد دينيبرو بيتروفيسك ثالث أكبر مدن أوكرانيا ويبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة أعلنت كييف عن مخطط روسي لربط محطة زابوريجيا نووية جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم يأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي غدا الخميس الوضع في محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت لبعض الأضرار نتيجة قصف تبدلت فيه كييف ومسكو لاتهامات فيما تتزايد التحذيرات من مغابة حدوث كارثة نووية في أوكرانيا كشفت الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية إنرغواتوم أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 محذرة من أن إعادة توجيه إنتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا وقد سيطرت عليها القوات الروسية في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وتقع بالقرب من القرم وتضم ستة مفاعلات من أصل 15 تملكها أوكرانيا وهي قادرة على توفير الطاقة لأربعة ملايين منزل وبينما تبادلت كييف وموسكو اتهامات بقصفها يناقش مجلس الأمن الدولي الخميس الوضع في محطة زابوريجيا النووية حيث سيتلقى المجلس إحارة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية رافايل جروسي حول آخر التطورات بشأن محطة الطاقة النووية التي تعرضت لبعض الأضرار نتيجة للقصف ولكن يعتقد أن البنية التحتية الحيوية سليمة وتسير التطورات في المحطة النووية الكبرى ما خوف العالم من تكرار كارثة مفاعل شرنوبل الذي انفجر في أوكرانيا ابنى العهد السوفيتي مما أودى بحياة عشرات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر وأحدث تلوسا إشاعيا ضخما لم ينتهي إلى يوم هذا قالت بريطانيا أن روسيا استحدثت بشكل شبه مؤكد تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عمليتها في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الوحدة يطلق عليها اسم الفيلق الثالث مقرها مدينة مولينو شرق العاصمة موسكو مضيفة أن القادة الروس ما زالوا يواجهون تضاربا في أولويات العمليات لتعزيز هجومهم في منطقة دونباس الشرقية فضلا عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب أوضح وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن أن بلاده تقود تحالفا من خمسين دولة لدعم أوكرانيا عسكريا وأضاف أستن خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى لاتفيا أن أي اعتداء على أي عضو في حلف النيتو بمثابة اعتداء على باقي الأعضاء مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها تقديم 89 مليون دولار إلى أوكرانيا مخصصة لنزع ألغام أرضية زرعتها القوات الروسية هذا التمويل يوفر الدعم لمئة فريق من فرق إزالة الألغام بالإضافة إلى تدريب وتجهيز أوكرانيين للقيام بهذه المهمة لتنظيف مناطق تبلغ مساحتها 16 مليون هكتار تقول كييف أن الروس زرعوها بالألغام أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلت ورئيس اللجنة الدولية لصديب الأحمر بيتر مور بشأن احتجاز 67 بحارا روسيا من قبل أوكرانيا وفي بيانا قال المبعوث الروسي للمنظمات الدولية في جناف إن بلاده تواصل لفت انتباه المنظمات الدولية إلى عدم جواز احتجاز السلطات الأوكرانية قصرا للبحارة الروس من سفن مدنية في ميناء إزماعيل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغروفا إن رفض دخول الروس الذين يحتاجون إلى خدمات طبية إلى الاتحاد الأوروبي أمر منتقد وفي بيان أضافت زغروفا أن دول الاتحاد الأوروبي قيدت مرارا دخول الروس الذين حصلوا على تأشيرات دخول موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي ليس لها الحق في تقييد إصدار التأشيرات لأية مجموعة من الأشخاص على أساس جنسيتهم مجموعة من الأشخاص على أساس جنسيتهم تستعد المملكة المتحدة للبدء في خطط الطوارئ في يناير المقبل بقطع طيار الكهربائي لمدة أربعة أيام كجزء من خطط الطوارئ الشتوية هذا وتفاقمت المخاوف من تقنين الوقود الشتوي عندما هددت النرويج بالحد من صدراتها إلى المملكة المتحدة وأوروبا الشتاء القادم وأعلنت الحكومة النرويجية أيضا عن قواعد جديدة تعمل على الحد من بيع الطاقة للدول الأجنبية في وقت سابق تواقه بريطانيا في فصل الشتاء عجزا في الطاقة الكهربائية بمقدار سوتس إجمالي الطلب حتى بعد تشغيل محطة الفحم الطارئة وتعتبر الحكومة هذا الاحتمال أسوأ سيناريو معقول وتخطط المملكة المتحدة لقطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل خلال فصل الشتاء مع استمرار أزمة نقص الغاز في عدد من دول العالم وأكد موقع بلومبرغ نقلا عن مسؤولين حكوميين إن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز في يناير المقبل من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل مما يؤدي إلى المزيد من التضخم وذلك بعد إعلان روسيا وقف إمدادات الغاز مصدر حكومي أوضح أن بريطانيا قد تضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على شحنات الغاز القادمة عبر خطوط الأنابيب الأوروبية رغم أن إمداداتها ستكون ضعيفة مع تقييد روسيا للتدفقات مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل معضلة بالنسبة للمملكة المتحدة التي لديها ساعة تغزين محلية محدودة جدا ويقول مسؤولون إن دول أوروبا ستواجه أزمة عويصة حسب تعبيرهم في فصل الشتاء بعدما بدأت روسيا تخفض تدفقات الغاز يأتي ذلك فيما دخلت خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي التي تهدف لزيادة استعداد التكتل لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسية حيز تنفيذ الفترة المقبلة وبموجب الخطة يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن يخفض استهلاكهم من الغاز طواعية بنسبة 15% وذلك خلال أول من أغسطس وحتى الحادي والسلاسين من مارس مقارنة بمتوسط الاستهلاك في نفس الفترة خلال الخمس سنوات الماضية وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية سوف يتم توفير ما مقداره 45 مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف المحدد أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صدرات روسيا من الغاز الطبعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 وضفت الوكالة الحكومية أن الصدرات في منتصف يوليو 2022 ترجعت إلى مليار ومئتي مليون قدم مكعبة يوميا وهو أدنى مستوى في حوالي 40 عاما وللمزيد في سياق التقرير التالي لأدنى مستوى في أربعة عقود تهبط صادرات روسيا من الغاز الطبعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشرت إلى أن الصادرات في منتصف يوليو 2022 ترجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا في غدون ذلك أعلنت وزارة التحول البيئي الإيطالي أن روما في وضع أفضل من دول أخرى بينما يقترب الشتاء بعد أن أبرمت اتفاقات مع دول منتجة للغاز الطبعي في أفريقيا وزادت بشكل كبير مغزوناتها من الغاز الوزارة الإيطالية أعلنت أن خزنات الغاز في إيطاليا مملوئة بنسبة 75% وتتجه للوصول إلى مستوى 90% الذي تستهدفه البلاد قبيل الشتاء وأضافت وزارة التحول البيئي الإيطالي أنه بموجب اتفاقية توصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي في يوليو ستخفض إيطاليا استخدام الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام هذا وقد حصلت إيطاليا على 40% من مجمل وارداتها من الغاز العام الماضي من روسيا وتسعى جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي وكانت الخطة الأوروبية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلكها من الغاز بنسبة 15% قد دخلت حيز التنفيذ لتعامل مع أزمة أسعار التقة التي أثرتها الأزمة الروسية الأوكرونية وقال مجلس الاتحاد الأوروبي أن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو تعزيز الاحتياطي قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز من روسيا ترجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.5% خلال يوليو من مستوى 9.1% في يونيو الماضي جاءت الأرقام أقل من توقعات المحللين عند 8.7% هذا وسجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعا بـ 400 نقطة بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي للمزيد من تفاصيل ينضم إلينا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أهلا بك معنا دكتور وليد إلى أين يتجه العالم فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة أهلا وسلم بحضرتك وبكل مشاهد القناة الأولى وأسمحي لي أن نبدأ من البداية بأن من المهم جدا عملية ترشيد الطاقة حتى في الظروف العادية ففي الظروف العادية الطاقة هي ثروة من ثروات الشعوب والحفاظ على ثروات الشعوب وتعظيم الاستفادة منها شيء مهم جدا ولكن هذا الأمر في الظروف الاستثنائية يجعل ما كان واجبا من الحفاظ على ثروات الشعوب أصبح أكثر حتمية وإلزاما في تلك الظروف الاستثنائية إذا تابعنا الوضع في العالم بنلاقي حتى الدول البترولية بنلاقي السعودية بتنفذ مشروع لترشيد استهلاك القهرباء الكويت بدأت بنهاية عام 2021 حمد تحاسز لترشيد القهرباء في المتاكن هناك برامج لترشيد القهرباء في دبي وفر 2 مليار و300 مليون درهم حتى نهاية 2020 قطر أيضا لديها مبادرات فنبلنا بدول أوروبا التي هي تعتبر من الدول التي في حاجة شديدة للطاقة بيعتبرها من الدول الصناعية طيب دكتور تقييمك لمسيرة الدول الأوروبية منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية هل تسير بخطة ثابتة في هذا الأمر فيما يتعلق بأسعار الطاقة أيضا أسعار الغذاء وكذا أم أنها هناك عشوائية في التعامل مع هذا الموقف الاستثنائي هذه الأزمة التي حدثت ما بين طبعا أوكرانيا وروسيا تقديرك وتقييمك لهذا الأداء من قبل الاتحاد الأوروبي هو الأمر ليس عشوائي ولكن هو متعلق بطبيعة النظر إلى أمن الطاقة أنا لما بأنظر إلى فرنسا بلاي فرنسا لازل لديها 56 محطة نووية بتساعدها في تنويع مصادر الطاقة إلى جوار الغذ بينما لما بلاي في ألمانيا وأيضا في بريطانيا بلاي الاعتماد على الغذب هو الاعتماد الأساسي ويكون الغذب الروسي مؤثر في هذا الأمر فأمن الطاقة والدرس المستفاد من هذه الأزمة هو أن تنويع مصادر الطاقة شيء مهم جدا يعني لازم يكون الدولة المثالية هي التي تستخدم الغذ الطبيعي للحصول على القهرباء تستخدم طاقة الرياح الطاقة الشمسية طاقة المحطات النووية هذا هو الدرس المستفاد ولكن الواقع الحالي بيقول أن هناك دول بتعاني فيما بريطانيا والمانيا والنمسا وأصبحت الأصوات ترتفع حاليا وتحض تلك الدول كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي مواطنيها بترشيد استهلاك الطاقة هذه الدول بتترنى كل على حصر طبيعته برامج محددة للوصول إلى مستهدفات محددة من ترشيد الطاقة حتى تستطيع المرور من تلك الأزمة نعم دكتور وليد جبالة الخبير على الاقتصادي أشكرك جزيل أعلن الاتحاد الأوروبي أن على ألمانيا خفض استخدام الغاز بعشرة مليارات متر مكعب لمواجهة النقص في إمدادات الغاز الروسي هذا وقررت الحكومة الألمانية خفض الإضاءة ليلا في شوارع العاصمة برلين توفيرا للطاقة لا تزال الدول الأوروبية تتأثر بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا إما بسبب النقص القامحة أو قرار روسيا بتخفيض تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي فبينما تسيطر المخاوف على أوروبا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز عنها تواجه ألمانيا موقفا عصيبا قد يضطرها إلى مجارات الحلفاء الغربيين الذين يطالبون بتجديد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا الحكومة الألمانية أكدت أن المستشار شارتز لا يفكر في التراجع عن فرض العقوبات على روسيا حتى مع توقع ارتفاع تكلفة الطاقة بشكل أكبر برلين أكدت وقوفها بحزم مع أوكرانيا رغم الإقرار بالصعوبات التي تلوح في الأفق ألمانيا بين خيارين كلاهما مر الأول هو اعتمادها شبه الكامل على الغاز والنفط الروسيين مع عدم توافر بدائل أخرى والآخر هو أن تدعم أوكرانيا استجابة لسياسة التحالف الغربي للضغط على روسيا اقتصاديا الأزمة التي تمر بها ألمانيا دفعت الحكومة لأن تطلب من الشعب بتوفير 20% على الأقل من استخداماتهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر بسبب انخفاض واردة الغاز الروسية أعلن مكتب الإحصاء الوطنية في الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة أقل من المتوقع تقدر بـ 2.7% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي هو أعلى مستوى له منذ يوليو 2020 أكد مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن أسعار الأغذية دفعت المؤشرة للارتفاع فقد ارتفعت بنسبة 20.2% وأسعار الخضروات بنسبة 12.9% خلال الشهر الماضي كان مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 4.2% في يوليو على أساس سنوي وتعده هذه أقل زيادة يتم تسجيلها منذ فبراير 2021 أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي ضرورة تحمل الكتل السياسية لمسؤليتها بحل موضوع الانسداد السياسي بالعراق شدد القادمي في بيان له نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء لأنه لا خيار سوى الحوار لأنه الأفضل للشعب العراقي من الصدام يتي هذا في الوقت الذي يوصل فيه عدد من المتضارين تأعتصامهم في المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على مرشح الإطار التنسقي لرئاسة الحكومة محمد شيع السودانية أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أن مدينة الموصل تعد نموذجا للتعايش وقال القادمي خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي قال إن مشروع مطار الموصل الدولي هو مشروع استراتيجي مهم لأبناء المحافظة وسيعمل على تسهيل النقل وحياة المواطنين وأشاد القادمي بجهود العاملين الذين عملوا وبدلوا كل قواهم لإعادة أعمار محافظة نينوى والتخطيط لها أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن هناك طريقة واحدة فقط للتأكد تماما من أن الحرب النووية مستحيلة وهي عدم وجود أسلحة نووية على الأطلاق جاء ذلك في تصريح أدل به الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية المنغولية في العاصمة أولان باتور وقال جوتيريش أن العالم بات يفكر لأول مرة منذ عقود أن الحرب النووية قد تكون ممكنة مرة أخرى نفى البيت الأبيض علم الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقا بمدهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا وشدد البيت الأبيض على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل مضيفا أن الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل يدلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم بشهادته في التحقيق الذي تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك بشأن الممارسات التجارية لعائلته وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك تحقيقا مدنيا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بلغت في تقدير قيم عقاراته ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وصفا التحقيق بأنه له دوافع سياسية ووافق ترامب واثنان من أبنائه على الإدلاء بشهادتهم في التحقيق الجاري يصل وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين في وقت لاحق من اليوم إلى جمهورية رواندا قادما من الكنغو الديمقراطية تأتي جولة وزير الخارجية الأمريكية إلى رواندا في إطار جولته الإفريقية الحالية والتي قام بها عقب ختام جولة مماثلة لنظيره الروسي سيرجي لافروف نهاية يوليو الماضي شملت أيضا عددا من الدول الإفريقية وكان بلينكين قد شدد خلال زيارته للكونغو الديمقراطية على ضرورة أن تعمل كل الدول على احترام وحدة أراضي الدول المجاورة مثمنا الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بين كينيا وأنجولا الولايات المتحدة تدعم جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لتوسط لحل الأزمة بين كينيا وأنجولا كما تدعم جهودها لإعادة الأمن والاستقرار في شرق أنجولا يجب أن تحترم كل الدول وحدة أراضي جيرانها وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبية لي جونغ صعب وزارته والوكالات التابعة بإعطاء الأولوية للاستثمار في بناء النظام ردع رئيسي في الوقت الذي تسعى فيه السول لتعزيز الدفاع وسط التهديدات الأمنية الكورية الشمالية وشدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على أن الاستثمار الدفاعي لكوريا الجنوبية يجب أن يتم توجيهه أولا إلى بناء نظام الردع الثلاثي ومنصة قتالية تتكون من أصول عسكرية معتمدة على البشر أو ذاتية القيادة حيث يتكون النظام الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات النووية الصاروخية لكوريا الشمالية من منصة الضربة الوقائية كالتشان أجرى رئيس الوزرال يبني فوميو كشيدا تعديلا وزريا مع تغيير مسؤولين التنفيذين في الحزب الحاكم ويأمل كشيدا أن تمهد هذه التعديلات الطريقة أمام إدارة مستقرة طويلة الأجل لمواجهة ما وصفه بأنه أكبر التحديات في حقبة ما بعد الحرب بدءا من تدعية كوفيد-19 والتضخم إلى حرب روسيا في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان اتفقت الصين وبريطانيا على استئناف رحلات الركاب المباشرة بينهما وأشارت السفارة البريطانية في الصين إلى أن الخطوط الجوية الصينية ستوفر في البداية رحلات مباشرة ولا يزال استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية قيد التقدم كانت الصين قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لأجل غير مسمى في أواخر عام 2020 بسبب مخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس بلغت 66% وأن نتائج الانتخابات الرئاسية ستعلن قبل انتهاء مهلة الأسبوع هذا أظهرت نتائج الأولية لانتخابات الرئاسة احتدام المنافسة بين المرشحين الرئيسيين الذين يتنافسان على خلافة الرئيس المنتهي في ولايته أوهورو كنياتا وأظهرت النتائج أن كل من المرشحين نائب رئيس ويليام روتو وزعيم المعارضة المخضرم ريلا أودينجا حصل على مليون ومئتي ألف صوت وهي نسبة تزيد قليل على 49% لكل منهما ويتعين أن يحصل المرشح الفائز على 50% وصوت واحد أعلن خفر السواحل اليوناني عن إنقاذ 29 مهاجرا غير أشرعية بعد غرق قاربهم قبالة السحل الجنوبي لجزيرة رودس الشرق بحر إيجا وذكرت قوات خفر السواحل أن زورقين تابعين لها وسفينة تابعة للبحرية وطائرة هليكوبتر تشارك في عملية البحث عن باقي من كانوا على متن القارب حيث أفادت بوجود نحو 80 شخصا على متن القارب المتجه إلى إيطاليا يشارك أو يشار إلى أن اليونان هي نقطة دخول رئيسية للمهاجرين غير شرعيين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا الذين يسعون إلى الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي تجددت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا بسبب موجات الحر والجفاف التي تكتاح أوروبا وتسببت أحدث الحرائق في فرنسا في تدمير 16 منزلا وأحرقت 6000 هكتار من المزوعات وأكبرت نحو 6000 نسم على إخلاء المنطقة التي تعرضت لحرائق ضخمة الشهر الماضي كما اندلعت حرائق أخرى في مناطق بجنوب فرنسا حيث أتت النيران على ما يقرب من 600 هكتار من المزرعات نجح رجال الإطفاء أخيرا في السيطرة على ما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حريق في تاريخ كوبا بعد أن دمر على مدى خمسة أيام 40% من منشأة تخزين الوقود الرئيسية على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي وتسبب في انقطاعات واسعة في النطاق للطيار الكهربائي وكان الحريق قاد اندلع بعد أن ضرب البرق أحد صهاريج الوقود الجمعة الماضية هو ما تمددت على إثر النيران والتاحة المنطقة لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص فيما عطبر سبعة في عداد المفقودين في كوريا الجنوبية بعدما تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة بفيضانات على طرقات الرئيسة ومحطات القطارات في البلاد وتتوقع إدارة الأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم أنحاء البلاد مع هطول أمطار غزيرة بشكل خاص في مقاطعة تشانج تشونج وتوقعت أن ينحسر هطول الأمطار تدريجيا في أجزاء كثيرة من منطقة سول ومقاطعة جانجون إلى حياة كريمة حيث أعلنت وزارة الصحة وسكان عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 من أغسطس الجاري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكدت وزارة الصحة أن القوافل الطبية يتم توجهها لمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقات من فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل الخميس بمنطقتين خفرع خمسة بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية وحد ربا بمركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر ويستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين وفي محافظة المنوفية قامت مؤسسة حياة كريمة بإصلاح وتجديد أحد المنازل المتهالكة بمركز بركة السبعة وأكدت المؤسسة أنها قامت بتسليم المنزل لصاحبه بعد إجراء التشتباط النهائية وسط فرحة كبيرة للأهالي هذا وتبعت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية أم القصور التابعة لمركز منفلوت وأشارت المؤسسة لأنه تم إنجاز عدد من المشروعات هناك ومن أبرزها مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ تصل إلى 70% ومجمع الخدمات الزراعية الذي اقترب من مرحلة التسليم ونقطة الإسعاف التي وصلت نسبة عمليات التنفيذ فيها إلى 90% بالإضافة إلى المجمعات السكنية اختتمت فعليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 316 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين حيث تم إجراء عدد 77 فحص معملي وتم إجراء عدد 31 آشعة وسونار كما تم إجراء عدد 49 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر نجدد التحية على حضراتكم وما زلنا في حياة كريمة حيث نظمت مدرية الصحة قافلة علاجية مجانية بقرية الماريناب التابعة لمركز إدفو في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمت القافلة عشرة تخصصات مختلفة إضافة لمعملاء الدم والطفايليات والأشعة العادية والسونار وتوفر أكثر من 130 نوعا من الألاج بالمجان وعمل أشعة رانين مغناطسية ومقطعية وتم تحوير عدد من المترددين للمستشفيات التابعة للمدرية لإجراء جراحات متنوعة نحن النهاردة بنفس القافلة الطبية في قرية الماريناب التابعة لمركز إدفو بنفس القافلة الطبية على مدار يومين فكرة القافلة الطبية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل ويدوم عشرة تخصصات طبية مختلفة معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف بالمجان معانا أثنين معمل، معمل التفعليات ومعمل الدم معانا خدمة الأشعة العادية ومعانا خدمة الصنار أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن بدء فتح باب التسجيل لحجز أجنحة المعارض والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء للراغبين من الشباب والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المقرر عقده بمدينة شارم الشيخ في نوفمبر القادم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر جاء ذلك خلال الجولة التفاقدية لوزيرة البيئة للمنطقة الخضراء بمدينة شارم الشيخ وذلك لمتابعة وصول وتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة خلال هذا المؤتمر وكذلك متابعة إنشاءات البنية الأساسية لتلك المنطقة وفي إطار جولتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر كاب 27 للمناخ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشركها في التعديلات بما يضر بمصالحها وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لأنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها موضحا أنه في حال وجود أي قوانين أو تعدادات تخص عمل شركات السياحة فإن وزارة السياحة ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين أو القرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأغذي الرأي شهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بدأ جني محصول الزيتون وذلك خلال زيارته لإحدى المزارع شرق مدينة العريش صرح شوشة بأن المحافظة تقوم بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المزارعين مشيرا إلى أن هذا الموسم يبشر بمواسم زراعية جيدة وأيضا خلال السنوات القادمة وأوضح محافظ شمال سيناء أن معظم أراضي المحافظة بدأت حصاد الزيتون النهاردة بنونا أهلنا في محافظة شمال سيناء كل سنة وأنتوا طيبين جميعا بمناسبة بدء جمع محصول الزيتون خلال هذا العام طبعا المحافظات الأخرى اللي هي محافظات الوادي والدلتة طبعا بيحصده سنويا أو بنحتفل سنويا بحصاد الأمح احنا هنا في محافظة شمال سيناء بنحتفل بموسم جمع الزيتون طبعا النهاردة تعتبر أول نقلة زيتون بتطلع من محافظة شمال سيناء إلى المحافظات الأخرى وإلى المناطق اللي هي فيها عصارات الزيتون وخلافه ومصانع التخليل يعني معظم مصانع التخليل اللي ممتشرة في جمهورية مصر العربية بالمصدر الرئيسي لها هي محافظة شمال سيناء الحمد لله الجو عندنا استقار وكل حاجة متوفرة عمال متوفرة زي ما أنت شاهد حضرتك كل خير بسم الله ومشاء الله أحسن من كل سنة بكثير نشكر السيد المحافظ محافظ شمال سيناء والسيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على توفير الكهرباء وتوفير الكهرباء على قلب توفرنا الميا والذي نشاهدون أنتم المحصول صلاة الناب في السنة هذه خير واجد عشان خاطر الميا والكهرباء المتوفرين يواصل معرض مارسة مطروح للكتاب فعلياته حتى الثالث عشر من أغسطس الجاري شهد محافظ مطروح خالد شعيب بالمعرض وما يضمه من زخم ثقافي مع أهمية الإعلان عنه وتشجيع وتحفيز القراءة واستغلال الإقبال السياحي الكبير على المحافظة في الترويج والدعاية المعرض وما تمثله القراءة من أهمية في بناء القدرات المعرفية والثقافية وبناء الإنسان سعاداء في وجود هذا المعرض القوي اللي فعلا يعني كل الكتب هنا كتب متنوعة وكل الثقافات موجودة في كل الأنشطة وطبعا المعرض جيه في وقت كويس جدا أن كل محافظات مصر موجودة في مدينة مصر مطروح بيدي صيفوا عندنا والمعرض موجودة على الشاطئ فده ما تشايفين كده بسم الله من شاء الله يعني ده كان كده هينامي يعني موضوع القراءة عند الشباب والأطفال والكبار والصغار لما تجولت في معرض الكتاب وجدت أنواع متعددة من الكتب للطفل طبعا ليهم كتير جدا كتب متوفرة في مختلف دور النشر هنا داخل معرض الكتاب أدى الكتب والمترجمة القصص واحد فرحان ده ما شاف المعرض نشاط كبير جدا لوزارة الثقافة كتب متنوعة كتاب متنوعين فيه قسم خاص للأطفال ده بينامي فيهم ثقافة الطفل ودي حاجة جميلة جدا نحن متواجدة في مطروح اللي عجبني اللابة الزكاء والكصص والرسمات التلوين والبازل اختتمت بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة على المستوى الفني بالتوقيع على محضر اللجنة ومذكرة تفاهم ما بين هيئتي المعارض للبلدين وأكدت وزيرة التجارة وصناعة نيفينجا مع حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيق في مختلف المجالات وعلى الأصعدات كافة بما يخدم الطرفين وناقشت أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة دراسة تعظيم الصدرات بالقطاعات الغذائية والزراعية إضافة إلى سبل تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري السوداني والمراكز التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة ننتهينا الحمد لله من كل الأمور المتعلقة بحركة التبادل التجاري ما بين بلدين وعلى الجانب الآخر نحن نسعى لتعظيم صدراتنا الأفريقية بشكل عام وأكيد أننا نستهدف السودان كدولة شقيقة ودولة جوار بأنها يكون من مستهدفتنا في زيادة الصدرات مجرد توقيع المحضر تم توقيع مذكر التفاهم على هامش محضر اجتماعات اللجنة ما بين هيئتين المعارض في كل الدولتين الغرض منها تيسير إقامة المعارض وخاصة بالنسبة لنا إقامة المعارض في السودان لعرض المنتجات المصرية سواء منتجات نهائية أو مواطن غذائية بحيث أن نفتح كثير من الأسواق وخاصة المنتج المصري بيلاقي قبول جيد جدا من المواطن السوداني وضع مميز في التبادل التجاري لاحتياجات مصر لسلع من السودان واحتياجات السودان لسلع من مصر وخدمات وعلاقات متطورة نحن كحكوميين نحاول بقدر إمكان أن يزلل العقبات للرجال الأعمال والقطاع الخاص بحيث أن التبادل التجاري بين البلدين يكون أكبر من ما هو عليه الآن أوقعنا الاتفاقية الاتفاقية هذه إلى سبل تسهيل إجراءات وتدابير التجارة الخارجية بين مصر والسودان ونحن اتفقنا على أن نزيل كل العقبات التي يتعلق أو التي تعيق التجارة الصادرات والواردات بين الدولتين هذه الإجراءات التي تمت أو الاتفاقات التي تمت اليوم سيعمل إلى إزالة العقبات وهيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان وقعت وزارة البترول والثروة المدنية بروتوكول تعاون للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في أنشطة الوزارة أوضحت الوزارة أن البروتوكول يأتي في إطار التوجهات الرئاسية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقاري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدمتها وإمكاناتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة بالكامل أعلن صندوق مصر السيادية عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبرصة المصرية بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار قالت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد قالت إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب ولإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة في إطار التوجهات الرئاسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي آخر مستجدات عملية التحصين من الحمى القلعية والوادي المتصدع والتأمين على المواشي أشرت وزارة الزراعة لأنه تم إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة تحصين حتى الآن من خلال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع والتي بدأت في الرابع عشر من يليو الماضي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 2.4 فيلم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.2 مليار دولار بزيادة قدرها 51 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أكد المجلس التصديري لصناعات الغذائية أن الصادرات الغذائية ارتفعت شهر إبريل من العام الحالي بحوالي 377 مليون دولار محققة بذلك نسبة نمو في القيمة تصل إلى 2% مقارنة بصادرات إبريل 2021 إلى البرصة المصرية حيث تبانت مؤشرتها بختام تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي نحو مليار ومائة وخمسين مليون جنيه ليغلق عند مستوى 666 مليار وخمسمائة واربعين مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة ثلاثة من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 9995 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساول أوزان بنسبة 76 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2013 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساول أوزان بنسبة 5 من 10 بالمئة ليغلق عند مستوى 2032 نقطة أعلنت السلطات الفرنسية نفوق حوت أبيض تم انتشاله من نهر السينة في وقت مبكر اليوم رغم محاولة حثيثة لإنقاذه وكانت السلطات قد انتشلت حوتا أبيض من نهر السين وقالت السلطات أن الحوت الأبيض سبح إلى باريس بعيدا عن موطنه الطبيعي في المياه القطبية أو شبه القطبية قبل أن تقتاده السلطات المحلية إلى هويس ولم يتضح بعد السبب الذي جعل الحوت يضل طريقه إذن مشاهدنا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا إلى عنوينها رئيس مجلس الوزراء يبحث مع المحافظين إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ويوجه بالبدء في تنفيذ مبادرة رئاسية للزراعة 100 مليون شجرة رصد وعشرين سفينة صينية وتيوانية بالقرب من الخط الفاصل مع استمرار مناورات بكين حول الجزيرة واستعداد طيبيه لمناورات غدا قاعدة جوية روسية بالقرم تشهد سلسلة انفجارات ومسكو تنفيه وقوع أعمال عدائية بالقاعدة مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر